موسيقى صباح خير ومرحبا بكم اليوم مشكي العادة مش مش نحكيه على ش تعمللها زيتونة وش ما تعملوش اليوم مش نحكيه في حاجة أهم برش جمعة هذي والكل يعرفش معناها سبعة مارس وملحمة بنقردين والتصدي اللي صار للإرهابيين اللي حاولوا يزعزعوا بلادنا اليوم مش نحكيه على حاجة بالنسبة ليانا أخطر من ذلك إرهاب أخ إرهاب عبر للحدود إرهاب ما تتحكمش فيه إرهاب إذا تخل ما فماش جنود ما فماش إيش اللي بش يتصداله وهذي هي الأفات والأمراض العابرة للحدود اللي تهدد بلادنا واللي نسكوا لتقريباً ما هومش شاعرين بالخطورة عليش؟ لأن الأفات هذي قدر الله إذا دخلت ما ينجم يشدها حتى حد مش نحكيه على أمراض اللي تضرب الزيتون برشا يعرفوا اللي مدة سنوات إيطاليا تخللها المرض هذي تخللها بالصدفة تخللها على خاطر إنسان جيب شجرة تعقهوة من كوستاريك وجيب فيها مرض مرض هذي بكتيريا اسمها جيليلا فاستيديوزا اللي تضرب الزيتونة وضيعوا ملايين الزيتون في إيطاليا اللي تحرق أصل مات تقولش عليك شعلت فيها النار والمرض هذي ما يشده شيء لو تخلل تونس لا قدر الله تقولش عليك شعلت نار في التبن معناها بش يغم الدنيا كل بإمكانياتها إيطاليا بوسائلها منجمش تسيطر عليه في الجنوب الإيطالي الكل ولهذا عيشكم وعلش نقول هاللهفة اللي صارت للزيتون أوكي الزيت طلع ونس كل تحب تزرع هاللهفة اللي خلات حتى الأسعار طلعت مش اللي منابتية راو هالفلاح أنا أنتي اللي جايين اليوم قررت في نهار وليلة تحب تزرع ألف اللي خلحب يالفين وهاللهفة هذي خلات الأسعار طلعة وهاللهفة هذي خلات الأعباد فما تجيب من برا اللي هو ممنوع من عم باتك قاعدة سلعة تدخل من من شقيقة ليبيا كان جيت من ليبيا أبرك أبرك لكن هذي جاي من بلدان موبوءة في هالمرض كما إيطاليا إسبانيا فرنسا البرتغال هالبلدان هذي مش أنا نقول منظمة الصحة النباتية العالمية اللي تقول وهالمرض اللي هي بكتيريا ما عندهاش الدواء والأخطر اللي الحشرة الناقلة بتاع المرض هذي موجودة في تونس معنى لو تخل المرض لا قدر الله تثوروا الوحكم ما شاء الله كيمة زيتون كيمة هاذا وربي يسترها وخونا مهدي ربي يستروا تثوروا تبدأ وما نقدروا له حتى شي المصيبة ما فيهاش الدواء هالمرض هذي وإحنا بيغدون شعور قاعدين يجيبوا وقاعدين تدخل بطريقة غير قانونية بالطبيعة وقاعد الفلاح يشري ما هوش فيها أنا نقول لكم يا أخويا وبشناحي كاسكاة مبروكة اليوم رانا تونس الكل اللي منابتية اللي يخدموا بطريقة قانونية واللي عندهم شهادة الأصل واللي هما مراقبين من وزارة الفلاح الكل هم بهين وانا ننصح الفلاحة ما تشريهم حتى حد إلا المنابتية اللي مراقبين من وزارة الفلاح إلا المنابتية اللي تبقوا في القانون إلا المنابتية اللي مراقبين وربي سمحهم برشة تجار اللي أنا نقول بدون وعي دخلوا في هالمتاهات هذية ويجيبوا فيه مشاتل غير مراقبة وداخلة من ليبيا واللي هي وصولها جاية أنا شفتهم بعيني وزارة الفلاحة كيف كيف شافتهم داخلين من إسبانيا داخلين من إيطاليا ونعاود ونقول المنابة التونسية قادرة بش توفر كل شيء لكن خوية الفلاح نسالش أعمل برنامج قول عم بشي بش نسع ومشي أعمل كماندا بتاعك أول حاجة هاللهفة هذي وهالأسعار اللي طائرة من غير السبب وثانية حاجة تعرفش نزرعت ثانية حاجة عندك فاتورة عندك شهادة الأصل ما نحكيش عاد على التجارة اللي صارة تقبل اللي تحب هذي هذي معناها معاش عارفينش قاعدين نظر على الفلاحة عراه رك بقاعد تشري ماكش عارف شنوه خالص ستن إذا تمشي في السيركوي ماهوش منظم رك اليوم مزارع انتي شمليلي والله واعلم غدوش بش تلقاه أخطأ هذا إذا نظيف لكن تصور إذا لقدر الله قاعد تصرف الفلوس هذي هالكل وقاعد عامل المستحيلات وجيك المرض عدو وإذا جايك راو ما جايش ليك انتي جاي لتونس الكل وإحنا شعدنا ثروة كان مش هزيتونا هذي عيشكم برك الله فيهم وزارة الفلاحة قاموا الأسبوع هذي هكيف كيف بعمل تحسيشي في الجنوب للديوانة وللحرص وللجيش لكن لكلنا اليوم جيش لكلنا حرص لكلنا ديوانة يزم عينينا مش معلها مناظر عوش بارك لكن نعلموا على السيدة اللي قاعد يدخل راو كيما قلت لكم المصيبة اللي جيت في إيطاليا جيت في شجرة قهوة جيت من الكوستريك لكن الشي اللي صار في إيطاليا راو ما هول راو ما عندكم حتى فكرة تصوروا ملايين زيتون تحرق وما قدروا له شي ونعاود وإنا متأكد من وعي الفلاح وعي التونس لأن هذي بلادنا يجبنا نحميها بشي حافظ عليها ويتصدى لهل إرهاب هذا وهل إجرام اللي ما عندوش صوت لكن إذا تخلى قدر الله راهوا ما هو بشي وقفوا حتى شي وبرك الله فيكم اشتركوا في القناة